موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية التقى وكيل أول محافظة المهرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجمهورية العقيد الركن أحمد رافيت وفي اللقاء أشاد وكيل أول المهرة الجعفري بدور رجال الأمن في مواجهة وضبط المروجين والمتعاطين للمخدرات وشددا على عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه المساسة بأمن واستقرار المحافظة وثمنا الدور المشترك بين أجهزة الأمن في المحافظة مع ساحل حضرموت وتبادل المعلومات القضاء على كل ما يضر المجتمع والتضحيات التي يقدمها رجال الأمنة تفقد وكيل محافظة عدل لقطاع النقل خالد الجعي ميلاني ورئيس مجلس دار الصندوق صيانة الطرق جسور معين الماس الميزان المحوري التابع لميناء المعلة مطلعا على عمل الميزان وطريقة وزن القاطرات حيث أكد العاملون أن العمل بالميزان يسير وفق النظم المقرة من الجهات المختصة وخلال الزيارة أكد الجعي ميلاني أن التقاربات التي تمت بين صندوق صيانة الطرق فيما يخص موضوع الميزين مع الجهات ذات العلاقات ضمن رؤية محافظة عدن وتوجه قياداتها لتكوين بيئة عمل منسجمة ومتناغمة بين كافة مؤسسات الدولة العاملة في إطار العاصمة عدن من جانب أكد الماس أن الصندوق سيقوم بدورا رقبي وتوعوي وسيكون جهد الصندوق في هذا الشأن مساندا لجهود إدارة الميناء أقرى اجتماع العقدة بمقر المركز الرئيس الصندوق سيانة الطرق الجهسور بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين الماس وضم استشارية الصندوق في مجالية السلام المهنية والبيئة والمجتمع والمقاولين المنفذين لمشروع طريق الوهطة طور الباحة وخلال الاجتماع أكد الماس أدرات تنسيق المشترك في مواقع العمل بين استشارية الصندوق للأمن والسلامة والبيئة والمجتمع واستشارية الإشراف المقاولين المنفذين للمشروع فيما يتعلق بدراسة التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع وإجراءات الأمن والسلامة وفقا للقواعد والمعايير الدولية دعيا إلى ضرات اتباع كافة إجراءات السلامة المرورية والتجديد على العاملين في المواقع فيما يخص الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة ناقش وكيل محافظة الشبوى لشؤون المدريات الجنوبية سالم بعوضة مع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمدرية الرضوم وعدد من أعضاء المجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية بالمدرية عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع المدرية وأبرز احتياجاتها من المشروعات الخدمية والتنموية المليحة والضرورية وخلال اللقاء وضح الوكيل بعوضة أن زيارته للمدرية التي تأتي تنفيذا لتوجهات محافظة المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير تهدف للاطلاع على الأوضاع الخدمية والتنموية بالمدرية ومعرفة أبرز احتياج المدرية من المشروعات الخدمية والتنموية مجالب سعرض مدير عام مدرية الرضوم هذه الخرماء الوضع الخدمية والتنموية العام في المدرية وأبرز متطلباتها من المشروعات الخدمية والتنموية في الجوانب المختلفة أكد وكلا محافظة حضر موت المساعدين لشؤون مدريات الوادي والصحراء هشام السعيد وعبدالهادي التميمي على أهمية دورة ومكانة الشباب في بلاء المجتمعات باعتبارهم حاضر ومستقبل الأمة ذلك خلال مشاركة ما في ملتقى شباب مدريات وادي حضر موت مشيرين إلى أن قيادة السلطة المحلية تعول كثيرا على الشباب في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المشهودة وتوعية المجتمع كونهم الشريحة الأكثر تأثيرا من جانبهم عبر شباب الملتقى عن تقديرهم للسلطة المحلية لدورها في إشراك الشباب في المساهمة في بناء المجتمع والعمل المشترك للاستفادة من طاقاتهم وتسخيرها في خدمة المجتمع افتتح وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء هشام السعيد المعرض الترويجي الثالث لمنتجات المرأة الذي ينظمه مكتب وزارة شؤل الاجتماعي والعمل بوادي حضر موت واستمع الوكيل السعيد ومعه مدير عام مدرية السيئون محمد العامري خلال جولتهما في اقسام المعرض إلى شرح حول محتويات المعرض من المنتجات المحلية والمشغولات اليدوية وأشهد السعيد بالتنظيم الجيد للمعرض الذي سيستم في دعم المشاريع الصغيرة الهادفة إلى استغلال طاقات المرأة وإمكانياتها للنهوض بالمستوى المعيشي وتخفيف معاناتها ودعم كافة الأنشطة في الحرف اليدوية والمشغولات وتنمية القدرات البشرية النسوية تفقد وفد اليونسكو برئاسة آنا بوليني مدير مكتب اليونسكو في مجلس التعاون الخليجي واليمن بالدوحة وبويانا ريفوكيفتش مسؤولة المنح في المنظمة الذي يزور بلادنا تفقد عددا من المشاريع التي مولوها في جوانب التراث والحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية وكذا المدينة القديمة بمدرية الصيرة بعدا التي شملت عادة ترميم الواجهات للمنازل في المنطقة التاريخية القديمة بالمدرية ومشروع الساحات العامة وترميم السقف المتحف الوطني وإعادة تاهيل ورشة تطوير الصناعات الحرفية والتقليدية واستمعت رئيسة وفد لونسكو ومرافقيها من ضابط أول الموروث الثقافي بصندوق الاجتماعي جمال الحاجلة شرحا عن الإنجازات التي تحققت المشاريع وقصص النجاح التي تضمنت المشروع وكذا الاحتياجات الطارئة للمراحل القادمة للمشاريع الخاصة بالحفاظ على المناطق التاريخية ناقش المكتب التنفيذي بمديرية المنصورة في محافظة عدن في اجتماعه الدوري برئاسة مدير عام المدرية أحمد علي داودي تقارير أداء عدد من المكاتب التنفيذية واستعرض لاجتماع انجازات المكاتب التنفيذية خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تعترض سير العمل وسبل تجاوزها واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير من مكتب التربية والتعليم بالمدرية حول التهيئة والاستعداد لمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي وتقرير قسم الصرف الصحي بالمدرية حول تنفيذه عددا من الأعمال المنجزة خلال شهرية ناير وفبراير من العام الجاري وكذا تقرير مكتب الواجبات الزكوية بالمدرية وفي الاجتماع أكد داودي أهمية تضافر جهود الجميع لتحسين أداء المكاتب التنفيذية بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجه العمل تسلمت السلطة المحلية في مدرية رتفان في محافظة لحج موقع مشروع حفر البئر الثاني بعمق 320 مترا في ملحقاته في منطقة يجير الذي تنفذه منظمة أكتد بالتنسيق مع السلطة المحلية المؤسسة المحلية للمياه بالمدرية وجرى تسليم في موقع المشروع بحضور مدير عام المدرية فضل عبدالله أحمد القطيبي ومثلين عن منظمة أكتد ومندوب السليماني لحفر الآبار الارتوازية الجهة المقاولة لتنفيذ العمل دشنا نائب مدير مكتب الصحة العام والسكان بساحة لحضر موت عبدالله مرعي ومعه رئيس اللجان المجتمعية بمدرية المكلة عبدالله بن علي الحاج بمدينة المكلة المخيمة الباطنية الاستشارية المجاني لمرضى السكر والضغط والقلب بمستشفى الرحمة التعاوني بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العام والسكان بساحة لحضر موت وبتمويل من شركة العربية للإسمنت وشركة همم وخلال التشين أكد مرعي أهمية مثل هذه المبادرات التي تأتي وفق حاجة الناس مبديا تقديم مكتب الصحة تسلات لضمان تقديم الخدمات للمرضى لجميع المرضى نفذت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بدعم مؤسسة الثواب الخيرية وفعل خير مشروع المساعدات النقدية لأطفال مرضى السلطان في مستشفى الصداقة بعدا بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السلطان ويستهدف المشروع خمسة وثلاثين طفلا وطفلة من مرضى السلطان تشمل تقديم هدايا ومبلغ عيني وذلك للتخفيف من معاناة الأطفال وخلق جو ترفيهيا لجميع الأطفال انطلقت في ملعب فان سيتي بمديرية الصيرة بالعاصمة المؤقتة عدن بطولة شهدى ميناء عدن الكروية التنشطية برعاة أشراف شركة عدن لتطوير الموانئ التي يشارك فيها 12 فريقا من فرق الشركات المؤسسات الحكومية وشهدت مبادرات افتتاح البطولة بين فريق شركة عدن لتطوير الموانئ وفريق مؤسسة موانئ خليج عدن في إطار المجموعة الأولى فاز فيها فريق شركة عدن لتطوير الموانئ بثمانية أهداف نظيفة وتضم البطولة ثلاث مجموعات كل مجموعة أربع فرق تشارك فيها فرق كل من اتحاد الشرطة ومؤسسة كاربا عدن ضمن المجموعة الأولى وفرق شركة النفط وإدارة المياه والتعليم الفني والتدريب المهني والخطوط الجوية لمنية في المجموعة الثانية وفرق مكتب التربية وجامعة عدن ومكتب الصحة ومصاف عدن في المجموعة الثالثة نهاية نشر أشكركم وطيب المتابعة للقاء اشتركوا في القناة